أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرص أجهزة الدولة المعنية على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حية كريمة وفقا للجداول الزمنية الموضوعة في هذا الشأن مع مراعاة أقصى معيير الجودة جاء ذلك خلال عقد رئيس مجلس الوزراء لاجتماع فيه متابع للموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حية كريمة استعرض الاجتماع تقريرا حول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حية كريمة والتي يصل إجمالي ما تم فيها أكثر من 30 ألف مشروع في مختلف القطاعات كما تناول التقرير ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بأعمال البت وإسناد الأعمال وكذا تخصيص الأراضي واستكمال أعمال التصميمات والمقاييس والتنفيذ لمختلف المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة سعيا للنتهاء منها وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة ترجمة نانسي قنقر